أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أراب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلامة دا تنسي مونيا دي تشانل أراب بودكاست دنيا الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الرابع أريني إن شاء الله كم يأكمل الجدكن بحسبه تكلم العربية جلد إمبات وقد وصلنا إلى الدرس رقم تسعة وثلاثين أو رقم ثلاثة في الكتاب في صفحة رقم إحدى وعشرين لدينا فقرة سأقرأها ثم أشرح إن شاء الله تسيني أدى بارغراف سيأتن باشدلو ستلاحيتم من جلسكان إن شاء الله طيب في بلد إندونيسيا فصول السنة إثنان فقط الشتاء والصيف لكن في فصل الشتاء الجو ليس باردا بل دافئ ومن الممكن أن يكون المطر في فصل الصيف في البلاد الأخرى الجو بارد في الشتاء أما هنا الجو حار جدا في موسم المطر السماء تمطر كل يوم حتى ثلاثة أيام أحيانا طيب بسم الله هيا نشرح في بلد إندونيسيا فصول السنة إثنان فقط دي نجرس يا إندونيسيا أدى هنياد وموسم إذن كلمة فصول السنة موسم موسم ينأذى بي تهون الشتاء والصيف الشتاء موسم دنين الصيف موسم باناس طبعا في إندونيسيا موسم المطر ليس الشتاء بمعنى البرودة كلاو دي إندونيسيا باستي إتو موسم موسم هجان دن موسم پاناس ممكن تمام بوكان موسم دنين سپرتيان دي نجارة لين لكن في فصل الشتاء الجو ليس باردا بل دافئ أكان تتابي دي موسم دنين چوачانيات دا دنين أكان تتابي هنغط دافئ هنغط ومن الممكن أن يكون المطر في فصل الصيف دن موسم جو جاء أدهجان دي موسم باناس ومن الممكن أن هذا تعبير من الممكن أن يتقون كبان تستعمل هكذا من الممكن أن أحضر اليوم كممكنا أو ممكن سيادة هرئني من الممكن أن أتبعكم في الرحلة ممكن سيأيكت دي رحلة طبعا بعدها فعل بالفتحة أو منصوب صد الله نياك تكرجا دي موسم باناسك ثلاثة أيام أحيانا سنبيت جهاري كدن كدن طبعا تمطر هذا الفعل أمطر يمطر وخاص بالسماء إذن أمطرت تمطر بالرحلة تكرجا دي موسم باناسك إذن أمطرت أمطرت بالتاء الساكنة تمطر مضارع خلاص طيب بذلك انتهينا بكتو كميسو ده السلسي شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون